نروح بقى الملعب المباراة نروح لزميلنا فاروق صلاح نرحب بيك يا فاروق وعايزينك تقول لنا آخر استعدادات الفريقين للقاء اليوم يعني خليني في البداية رحب بيك يا كابتن أسامة كل التحية لك يا كابتن أسامة والتحية طبعا لديوفك الكرام كابتن مصر الكابتن مار أمام والكابتن محمد حشيش طبعا مش استفيدة كابتن أسامة الاتنين الكابتن الكبار الكابتن يعني مار أمام كان بالموسم الماضي وتقالى طبعا القيادة الفنية لقطاع الناشئين في نادي الانتاج الحرب وعلى الدراية الكافية بفريق النادي الأيلة 2006 أيضا الكابتن محمد حشيش اللي متواجد دايما في مباراة الناشئين بحكم وجوده في منطقة القيارة يعني استوديو النهاردة مدجج بالنجوم وعودة حميدة لملعب الأشبال يا كابتن أسامة النهاردة الجولة الحادية والعشرين لمباراة أو لبطولة الجمهورية 2006 مباراة القمة مباراة تجمع ما بين النادي الأهلي صاحب القمة والصدارة برصيد 45 نقطة وفريق المقاولون العرب اللي في المركز الثاني برصيد 44 نقطة خلينا أقول لك أيضا أن المباراة ما بين أقوى خط هجوم في المسابقة وهو النادي الأهلي اللي أحرز 51 هدف وأقوى خط تدفاع فريق المقاولون العرب اللي استقبلت شباكو 13 هدف أيضا نشوف مواجهة خارج الخطوط ما بين الكابتن سامر عبد الرحمن المدير الفني للنادي الأهلي كابتن هيسم حسيني المدير الفني لنادي المقاولون العرب زي ما حضرتك استعرضت تشكيل للنادي الأهلي لكن خلينا أوضحه لك مرة تانا كابتن أسامة لأن فيه تعديل بس كابتن أسامة في مركز الظاهير الأيمن هيكون في حرصة المرمى النادي الأهلي عمر كامل حارس مرمى اتنين مساكين أحمد عبدين رقم ثلاثة ومازين أحمد رقم عشرين في مركز الظاهير الأيمن اللاب عمر زكريا رقم سبعة في مركز الظاهير الأيصر اللاب فارس أحمد رقم ثلاثة وعشرين في دائرة المنتصف اتنين هشام مصطفى رقم عشر ويوسف إسلام خمسة وعشرين قدامهم كصانع العاب إبراهيم عادل سبعتاشر قدامه مسلس وجومي مكون من ثلاثة آدم سمير رقم ستة وعشرين حسام عادل رقم ستة وعمر سيد معوض رقم أربعة وعشر على الجانب الآخر فريق المقولون العرب وطريق أربعة تلاتة تلاتة لهذا اللقاء حرصة المرمى مروان عبد العيل قدامه اتنين مساكين أحمد منسي رقم سبعتاشر وأحمد محمد حسن أربعة وعشرين علي منهم محمد إبراهيم معوض اتناشر وعلى شمالهم محمد هاني رقم تلاتة في دائرة المنتصف تلاتة محمود الخطيب رقم التمانية أحمد عطية رقم سبعة محمد وليد رقم عشرة قدامهم مسلس جومي مكون من تلاتة محمود رفعت تلاتة وعشرين محمد عبد الناصر واحد وعشرين وهداف الفريق أنس تامر رقم تسعة النهاردة تقم تحكيم من مطقة القيرة بيدير هذا اللقاء بقيادة الكابتن حسن محمود صاحب الخمسة وثلاثين عام حكم من الحكام المميزين بيعونه خالد حسام طهة سبعة وثلاثين عام أيضا واحد من الحكام المميزين والمساعد الثاني دكتور بهاء الدين أحمد والمناسبة كابتن أسامة هو طبيب بشري خمسة وعشرين عام متوسط أعمار طبعا تتكلم فيه أعمار صغيرة للتحكيم المصري فيه مباريات للناشئين النادي الأهل عنده مجموعة من الغيابات في هذا اللقاء كابتن أسامة طبعا غياب للعاب أحمد محمد سعد لعاب شيبة لأصابته بأطع جزء فيه الرباط الصليبي اللعاب أحمد رضا يعني عنده كاسر فيه صابونة الركبة أيضا اللعاب عبد الله عنده جزء فيه الغدروف اللعاب أمير طبعا الزهير الأيصر ده صليبي من مزبداية الموسم واللعاب محمد طاري اشتباه فيه صابته بفيروس كورونا طبعا كل التوفيق ونتمنى له كل السلامة كل اللعاب النادي الأهل تتظر مباراة قوية إن شاء الله ما بين الفريقين طبعا ونتمنى كل التوفيق لفريق النادي الأهل أنا موجود معاك كابتن وساما لو فيه أي استفسار أو أي تساور عايز أسألك عن عمار وليد حافظ واحد من هدفين الفريق هو وعمر سيد معاوض النهاردة على مقاعد بودلاء عمار وليد حافظ هل النهاردة كابتن سامر عبد الرحمن شايلوا كورقة ربحة معايا تكون ممكن الشوط التاني كذا سيناريو للمباراة خلينا أقول لك بالفعل أنا سألت الكابتن سامر عبد الرحمن في هذا الأمر وجلوس عمار وليد قال لي كورقة موجودة معايا بالفعل هي رؤية فنية لكابتن سامر عبد الرحمن موجود معايا على مقاعد البودلاء أقدر أقول لك كابتن أساما أن الفريقين النهاردة اللي موجودين على أرض الملعب منهم 11 لعب من العناصر الأساسية لمنتخب مصر موليد 2006 طبعا اللي هيخول بطول شمال إفريقيا اللي هتنطلق فيه الجزائر طبعا بعد هذه المباراة طبعا هتوقف اللاوري من يوم 5-3 إلى يوم 26 مارس الفريقين عندهم مجموعة مميزة من اللعبين النادي الآلي طبعا الكابتن سامر عبد الرحمن قال لنا حاطط أكثر من سيناريو للقاء لازم أحتفظ بورقة من الورقات الهمة جدا زي اللاعب عمار وليد واحد من الأوراق اللي قدر يغير سيناريو اللقاء ووقت ما احتاجه لكن أقدر أقول لك أن الجهزية الفنية والإعداد النفسي اللي عليه لعب النادي الآلي والدور اللي قام به الكابتن سامر عبد الرحمن وأيضا دور الكابتن خالب بيبو في كلامه مع اللعبين وتحفزهم خاصة بعد التعادل الأخير مع فريق أمبي بملعبه في مباراة كان الأفضل والأقرب فيها من كل النواحي النادي الآلي لكن إن شاء الله أنه النهاردة فريق النادي الآلي قادر يحقق الانتصار والثلاث نقاب بإذن الله كابتن سامر أخيرا يا فاروق شايف ملعب المباراة ما شاء الله على أعلى مستوى خاصة أن فترة الشتاء ملعب مصر بتبوز لكن شايف ملعب أربعة لتقوم على المباراة على أعلى مستوى يعني أقدر أقول لك يا كابتن أسامة ويعني نقطة مهمة جدا حقيقة اتطرقت لها خلينا أتكلم على دور مجلس إدارة النادي الآلي وبتحديد الكابتن محمود الخطيب والطفرة الإنشئية اللي بشهادة فرق النادي الآلي مدينة ناصر ليست مقتصرة فقط يا كابتن أسامة على أماكن جلوس الأعضاء أو منطقة الفوت كورت أو بوابات النادي أو المنطقة الترفية أو يعني مجمع حمام السباحة يعني أماكن كتير حدس ولا حرجة لكن أبتكلم على الطفرة الإنشئة المتعلقة بقطاع النشئين البنية التحتية الخاصة بقطاع النشئين سواء المبنى الخاص بقطاع النشئين وأيضا مبنى الأكاديمية وملاعب الأكاديمية طفرة إنشئية موسعة والكابتن محمود الخطيب بمدي كل الإمكانيات وكل الصلاحيات يعني مسؤولي لدارة الهندسية والكابتن خالد دبيبو ونقطة مهمة جدا نقطة الملاعب ملعب أربعة واحد من الملاعب The Dhook Amy ,بدعال دور اللحوم مش اقتصر فقط في المسؤولين فقط الناشئين لكن عايز اتكلم على دور العمال اللي هي عمال الزراعة وعمال الهندسة اللي في النادي آلي اللي بيتابعوا الملعب اول بول يا كابتن نسامة يعني في وقت من الوقت الناس اللي كان بتاخد اجازة او بتاخد فترة راحة كان عمال النادي الآلي او المسؤولين في النادي الآلي شغالين يعني كتيب يتعامل على مدار ال 24 ساعة سواء لملعب اربعة او الملعب ملعب واحد واثنين وتلاتة لكن تقدر تقول لا تقولها يعني خلال الفترة الوجيزة اللي تمت تطور مشهوق كبير جدا بيشهادوا بتاع الناشئين في النادي الآلي كابتن نسامة بنشكرك شكرا جزيلا فاروح حطينا في الصورة كاملة من ملعب الناشئين بمدينة نصر